المشكلة عارف ياهاب. أنا في اعتقاد الشخص أنه لازم يكون تدخل قوي جدا من اتحاد الأفريق. الاتحاد الأفريق لازم يدافع عن البطولة اللي بنظمة بطولة أفريقا. بطولة مهمة جدا جدا. ولازم يبين ده للفيفا. ولازم يكون فيه ضغط كبير جدا للفيفا. ولازم يكون كمان المواعيد تكون فيه أوقات. كمان ما تخليش اللعيب كمان يفكر أنه ما يجيش. يعني ممكن الضغط على اللعيب في الأندية الأوروبية. وخاصة عن الطوب ليفل. ممكن تخسر مكانك أو أو. فلازم الاتحاد الأفريقي دوره أنه هو يضغط بشكل كبير جدا على الفيفا. أنه يقض البطولة الأفريقية محلل جد. أنه دي بطولة مهمة جدا جدا وبطولة قوية. ويبدأ ينصك بشكل كبير مع الفيفا. بالنسبة لمسابقات الفيفا. بالنسبة للبطولة الأفريقية. لعدم التقبط والتعارض معه. زي ما احنا في حالتنا دلوقتي. التعارض مع إحدى البطولات أو البطولات الكبيرة اللي بنظمها الفيفا. وهي كأس العالم الأندي. أجل لك كابتن هاني أن النادي الأهلي بدأ النهاردة فعلا رسميا التحرك. خطاب مواجهة الاتحاد للمصر لكورة القدرة. خطاب للفيفا. خطاب للكاف كمان. وكلف الكابتن محمود الخطيف مهندس خالد مرتاجي. عشان علاقاته أميني الصندوق النادي. وعلاقاته الدولية الكبيرة في الفيفا. من زمان من فترة طبعا ما ما كان ماسك لجنة الأندي في الفيفا. يبدأ يتحرك ويبدأ يطرح ملف الأهلي. يطرح رؤية النادي الأهلي في القصة دي. هي رؤية النادي الأهلي واضحة كمان. الوصول لحل للقصة دي. رؤية النادي الأهلي واضحة من خلال رؤية النادي الأهلي. بيقول أنه لازم يجد حل بما لا يتعارض أكيد مع مصلحة المنتخب. ومصلحة النادي الأهلي كمان. دايما النادي الأهلي وإحنا عارفين. مرة تاريخ النادي الأهلي هو موظم ملعبته مصلحة العامة ومصلحة منتخب مصر أكيد مهمة. لكن يجد الحلول طبعا للمصلحة العامة اللي هي مصلحة مصر ومنتخب مصر وكمان مصلحة النادي الآلي بشكل خاصي بالضبط